في مصر الشيء الوحيد اللي لوحز فقط في الإسكندرية في بعض الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث هبوط برصيف طريق الكورنيش في مدينة إسكندرية لمسافة 20 متر أمام شاطئ سيدي بشر وزارة الرأي قالت إنه هذا الهبوط هو ناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم وعلى الفور قامت أجهزة هيئة حماية الشاطئ بالإسكندرية بتكليف شركة المؤولين العرب لتنفيذ حماية عاجلة لهذه المنطقة وإصلاح الهبوط الحادث برصيف وبعد شوية هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الهبوط وكيف تم التعامل معاه وهل هذا الهبوط هو له أي علاقة بهذا الزلزال أو لا